موسيقى مجزلنا لأهم الأنباء أهلا بكم في المستهى الأطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون مبادرة من أجل وقف الاقتتال في سودان في مسعى مشترك وموحد يشمل أربع منظمات إقليمية ودولية الرئيس تابون في رسائل بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي والأمين التنفيذي لإيقاده دعا إلى تبني تحرك مشترك وعاجل لتفادي مزيد من التصعيد ولتجنيب الشعب السوداني مخاطر الانزلاق في دوامة العنف الدموية هذا وتلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون مساء الثلاثاء مكالمة هاتفية من نظره التركي رجب طي بردوغان حسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية فإن الرئيسين تطرقا خلال المكالمة إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها كما بحث تطورات الوضع الأمني الخطير والمؤسف بالسودان وسبل إيجاد حل لاحتواء الوضع سياسيا ووقف الاقتتال بين الأشقاء في شهر رمضان مشددين على أهمية الحوار وإعلاء المصلحة العليا أكدت وزيرة العمل الإسباني المرشحة لرئاسة الحكومة يولاندا موقفها الداعم للشعب الصحروي والشرعي الدولية معربة عن التزامها العودة إلى الموقف التقليدي لإسبانيا بخصوص الصحراء الغربية في حال فوزها في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية السنة الجريح أصيب ثمانية فلسطينيين برصاص قضة الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم جنين في الضفة الغربية وأفدت وزارة الصحة الفلسطينية بأن ستة مواطنين وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة المخيم كما وصل أو فيما وصل مصابان في الأطراف إلى مستشفى ابن سينة التخصصية وذكرت وكلة الأنباء الفلسطينية أن مواجهات عنيفة دلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم استقبل رئيس التونسي قيس صعيد ثلثاء وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وفي تصريحات ندلا بها عقب الاستقبال وصف المقداد قرر الرئيس التونسي إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالجريء معلنا عن موافقة سوريا رسميا على تعيين سفير جديد لها في تونس اعتبارا من الثلثاء على أن يلتحق سفير تونس بدمشق لأداء مهامه في خضون الأيام القليلة المقبلة قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن طايوان ضرورية اقتصادية واستراتيجيا بالنسبة إلى أوروبا وأشار بوريل في تصريحات له ثلثاء إلى أن أهمية طايوان بالنسبة إلى أوروبا تكمن في أن المذيق يعد الأكثر استراتيجية بالنسبة إلى التجارة العالمية كما تكمن في كونها قضية مبدئية وأخلاقية بالنسبة إلى الاتحاد ختام الموجز لمزيدا من الأخبار يمكنكم التواصل معنا عبر المنصات الظاهرة أسفل الشاشة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة